الأخت أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول كيف نرقي أطفالنا وماذا نقول وهل هناك وقت للرقية أم محمد بارك الله فيك عندنا مسألتين فيما يتعلق بالأطفال عندنا مسألة التعويذة عندنا مسألة الرقية التعويذة هي عند النوم لما ينام الأطفال تقرأين عليهم المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ولو زدت أعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامم كل عين اللامة طيب هذه كانت تعويذة النبي عليه الصلاة والسلام للحسن وللحسين وكان يقول هي تعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق هذه سمت تعويذة والدعاء أيضا تدعي لهم الرقية أخت الفاضلة هي الرقية من العين الرقية من الحسد الرقية من المرض مثلا سواء روحي أو عضوي تقرأين عليهم سورة الفاتح تقرأين عليهم سورة الفاتح في أي لحظة ممكن تكرر لنا باستمرار الفاتحة القواقل الثلاث أو القواقل الأخيرة مثلا من القرآن آية الكرسي هذه سم الرقية بارك الله فيك وأيضا الأوراد رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما مثلا أيضا بريق بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا تأخذ من ريقك بأصبعك تضعين في الأرض والدعاء بارك الله فيك يا أم محمد من ليبيا ترجمة نانسي قنقر